بسم الله الرحمن الرحيم و دي كيكة الاسفنجية ان شاء الله نعمله مع بعض كيكة الدرة اقتصادية وجميلة و هتعجبكو تابعونا و خليكم معنا رحمن الرحيم و رجعنا لكم بعد فترة شوية كده ف قلنا نعمل له نهاردة حاجة حلوة واقتصادية و هتعجبكو جدا جدا نهاردة هنعمله ان شاء الله كيكة الدرة اتنين كوب دي ابيض عادي زائد واحد كوب دي درة اتنين كوب دي ابيض زائد واحد كوب درة زائد واحد كوب سكر زائد ثلاث بيضات زائد سمسم زائد بيكون بودر زائد فانيليا هنجيب البيكون بودر و نضعه على الديد و ندخله بعد كويس ثلاث بيضات في الخلاط الموضوع سهل و سريع و جميل و نضيفه كوب الحليب و نضيفه كوب السكر و نضيفه كوب السكر لعجينة كويس بعد ما دفنا المكونات كلها عليها اللي احنا ضربناها في الخلاط و مش شرط يعني مش شرط مدرب كهرباء ممكن مدرب يدوى بيقدن نفس الغرض كويس اهم حاجة بقى كده بسم الله كوام العجينة جميلة و بسو كوام عامل ازاي مش تييلة لو تييلة هتطلع مكتومة نفس المعدير اللي احنا حطناها هي دي ما تزودش ولا تقلل يعني المعدير دي متجربة ابل كده كذا مرة و طالع في منتقى الجمال بسو كوام جميل ازاي عامل ازاي هنا جبنا الصينية بتاعتنا و ده انها متج بادي القوام بص عامل ازاي بسو منظروا شكله جميل بسم الله ما شاء الله تتلعقيكها ان شاء الله جميلة هتعجبكو جده و ده وقت بعد ما ضرفنا القوام بتاعنا في الصينية و انتو شايفين ما شكلها عامل ازاي بسم الله ما شاء الله جميلة هتعجبكو جده انا نضيفوا بقى شوية سمسم مني جملوها مفهول وش كده السمسم بيدي طعم جميل برضه بتاع جربوها هتعجبكو جده ان شاء الله تعجبكو تنبسطو منها وتعملوها واسهل من كده مفيش واوفر من كده مفيش ده لقتها ندخلوها الفرن على درجة حرارة 180 هتقعد ان شاء الله ثلاثين دقيقة ونشوفوها ان شاء الله بعد ما تطلع تطلع ان شاء الله 100 هتعجبكو جده بقى شكل كيكا بعد ما تطلعت من الفرن حاجة جميلة جدا واقتصادية وان شاء الله هتعملوها تنبسطو منها وهي مش مكلفة خالص واقتصادية وجميلة وان شاء الله وان شاء الله ومن فوشة وحاجة جميلة جدا ياريت تجربوها واتعجبكو جدا جدا اشتركوا في القناة